في سياق مغادر أجرى وزير والانتقال التقوي والطاقات المتجددة زيان بن عدتو مبحثات مع ممثل الوكالة اليابانية لتعاون الدولي أمس الأربعاء حيث جرى فيها التطرق إلى فرصية تعاون الثنائي والشركة في مجالة الطاقات المتجددة والفاعلية التقوية اعتبارا من عام 2023 هذا وأوضح بيان للوزارة أن الوزير قدم خلال لقاء برنامج عمل قطاعه الذي يتمحور حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال التقوي وتطوير برامج الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة وتمحورت المحادثات حول تطوير برنامج نشر الطاقات المتجددة الذي يتضمن بلوغ 15 ألف ميجاوات بحلول عام 2030 هذا وأعرب الجانبان خلال هذا اللقاء عن إرادتهما في تعزيز التعاون الثنائي عبر برنامج التعاون التقني الذي اقترحته الوكالة لسنة 2023 كما اتفق كلا الطرفين على مواصلة المبادلات بغية التحديد التقني وبشكل ملموس لمحاور التعاون في ميادين الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر